شغالين يلطم الخدود في محطات الإخوان الشرق ومكملين وغيره وجزيرة وغيره وغيره ويتكلموا قولك حرمة الميت حرمة الميت حرمة عليك وعشيتكو كلكم كلكم بالكامل بلا استثناء لأنكم مجموعة من المنافقين مجموعة من الضالين المضلين كنتم أول من دشنا فكرة الشماتة في الموت أنتم أول من دشنا فكرة الشماتة في المرض أنتم ما كتبتموه وما أزعتموه وما ردتموه حين وفات الدكتور رفاة سعيد شاهد ما سترتموه وقلتموه وأزعتموه حال استشهاد الأبطال منسي ومبروك وغيره 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 كان بمثابة تتشين لظاهرة إخوانية خالصة اسمها إيه؟ الشماتة في الموت والشماتة في المرض ونحن هنا قلنا لا شماتة في موت لكننا لن نتعاطف مع إرهابيين مع قتل مع أخونا مع كاريه أوطان مهما كانت وأقول أن التاريخ أسود واضح لكن أقول أيضا مفاجأة قيادات تنظيم الإخوان في غاية السعادة لوفاة العياط أنا بقول هذا الكلام حد يقول لي أخي اتقل الله أقول له اتقل الله أنت كاذب ولا تعلم ولا تعرف نحن نعلم ونعرف أن هناك داخل التنظيم وقياداته الهاربة في تركيا وقطر حالة سعادة وفرح لهذه الوفاة ويتمنوا وفاة باقي هؤلاء لكي تستمر المتجرة بالقضية لكي تستمر المتجرة وكل حالة وفاة بتعطي هؤلاء في قرارة أنفسهم إنهم عندهم أمل في المستقبل بقول تاني انظروا إلى صورة هذا التافه التافه الغبي محمود حسين وهو يضحك في بلاها شديدة ده مين ده محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان قاعد مع لهبل محمد ناصر في برنامجه وهذه هذه الصورة وهذه اللقطة وهذه الضحكات الضحكات من القلب ضحكات من القلب هذه الصورة لا لا شيل هذا التافه هاتلي محمود حسين لا عايز الصورة يا إبراهيم من فضلك الصورة الصورة أيوة هذه الصورة دي الرجل اللي بيتحك قدامك ده هو ده حزين على مرسي ده زعلان ده مكتئب التاني بمثل معروف محمد ناصر معروف إنه ممثل فاشل كنت تتفرجوا عليه واسألوا عليه في حانات القاهرة هذا الرجل محمود حسين الأمين العام لتنظيم الإخوان ولا لجماعة الإخوان ولا لحزم الحرار عدالة هذه الضحكات بتعكس ما لدينا من معلومات إنه هناك حالة فرح وفرج داخل الجماعة من وفاة مرسي فرحانين ليه؟ الله أعلم أعلم كم النفاق وكم الخلاف وكم الكراهية وكم البغضاء تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ده تاريخ يعني أنا أزعم من قراءتي وبحتي في أهل الشر كم كان يكره هؤلاء بعضهم بعضاً كم كان يحقد هؤلاء كم كان يتمنى هؤلاء فضيحة بعضهم بعضاً كل دول بيتكلموا تكلموا على إنه ده مرسي ده واحد تافه واحد حقير واحد بلا قيمة واحد جاء صدفة واحد خد يعني كان عصام العريان أكتر أكتر واحد بيكره مرسي كان عصام العريان إيه رأيكم؟ هذا الكلام معلومات أكتر واحد كان بيستدفع مرسي كان خارج شاطر أكتر واحد كان بيدوره على دماغه كان محمود عزت لو محمود عزت بصله بعينه يسكت رجعوا الأهل الشر يشوفوا هذا الكلام محمود عزت كان هو محمد حبيب اللي قال مش أنا اللي قلت بالمناسبة محمد حبيب نائب الأول لمرشد الإخوان في المذكرات وقال كان مرسي بيتكلم يبصل محمود عزت يشوف وشه لو لقى وشه متهلل يكان بالكلام لو لقى مددق يسكت المع وأنا بتكلمش بيق واحد يقول لك يذكروا محاسن موتكم ما فيش محاسن يا فين المحاسن قتل وتشريد وشائعات وأكذيب يعني الدين الإسلامي ما تأذى في تاريخه أكثر من تأذيه وإصابته من جراء هذه الجماعات ما في ذلك شك ده صورة محمود حسين وبيضحك هذه الضحكة إمتى وهو مع محمد ناصر بضحكوا على إيه وهما بتكلموا على وفاة الشهيد من وجود نظرهم شهيد مين شهيد مين شهيد مين